الأمر الثاني لابد من الربط الوثيق بين صحيح السنة وبين القرآن بخلاف كده نقع في خلط ونقع في خط ونقع في تناقضات نخلينا نستمسك بالأمر الأول القرآن ثم بعد ذلك ننظر في السنة هل هذه السنة تتعارض مع القرآن أو لا تتعارض مع القرآن أي حديث يعارض القرآن الكريم بحيث لا يمكن التوفيق هو مرفوض قولا واحدا هذه قاعدة أساسية أساسية لكنها غائبة أساسية مطلقة طبعا لكنها غائبة إنك إنت أي حديث مهما كانت روايته يتناقض مع القرآن مناقضة حد فهو مرفوض وأنا لست بدعا في هذا السيدة عائشة رضي الله عنه ردت حديث إن الميت لا يعذب ببكاء أهلية عليه لأنه يتعارض مع القرآن الذي يقول ولا تزر وزر وزر أخرى فكل إنسان مسؤول مسؤولية شخصية لو حضرتك تذكر لنا هذه الوقعة يعني القرآن قرر إن كل إنسان مسؤول عن فعله مسؤولية شخصية صحيح فقاله ولا تزر وزر وزر أخرى لا أقصد الوقعة بتاعت السيدة عائشة يعني من عرض أمامها الحديث وماذا قالت لها الحديث وارد عن عبد الله بن عمر فقالت يعني عندما سمعته عندما سمعته ردته قالت ما كذب عبد الله ولكن السمع يخطئ لعله سمع خطأ ده أدب السيدة عائشة نعم لكن الرواية تعارض القرآن صحيح هناك تأويلات من قبل المشتغلين بالحديث لكن نحن الآن مش في التأويلات نحن الآن أمام استشهاد أن السيدة عائشة ردت الحديث ليه تدته لأنه في نظرها وفي نظر كل عاقل يتعارض مع القرآن إن الميت لا يعذب ببكاية أهلية عليه طيب ما زنبي أنا إذا الإنسان مات وبنته بتبكى عليه أتعذب أنا ببكاء البنت ليه والقرآن يقرر أن المسؤولية لابد أن تكون مسؤولية شخصية كل واحد مسؤول عن أقوالي وعن أفعالي فهذا الحديث يتناقض مع ما جاء في القرآن مع ظاهر القرآن وهنا نحن نقول بأنه لابد للمشتغل بالحديث أو اللي بيقرأ في السنة يكون وعيه الأول بالقرآن يشوف الأحاديث التي تتردد هل هذه الأحاديث تعارض القرآن تتناقض مع القرآن أو لا تتناقض ما الذي يديرنا أننا نحافظ على المصدر الأول للتشريع القرآن الذي لا يتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه إنما السنة هي روايات فممكن الراوي يخطئ ممكن الراوي يدلس ممكن الراوي يضطرب ممكن ينسى ممكن يسهو أمور كثيرة جدا صحيح علماء الحديث وعلماء الجرح والتعديل وضعوا شروط وضعوا ضوابط لكن المهم أننا لابد أن نرسخ الوعي بدلالات القرآن أولا هذه النقطة النقطة الثانية علماء الحديث يضعون شروط خمسة الحديث الصحيح فيقوموا اتصال السند عدالة الرواه الضبط التام عدم الشزوز عدم العلة العلة والشزوز في الحديث كما يدخل في الم sustم يدخل في السند السند أيضا كثير من المشتغلين السند ده هو راوي الحديث который هو راوي فلان عن فلان عن فلان كثير من المشتغلين بالحديث هو عينه على السند وليس تعينه على المتن على الفحو الحديث معناه نعم المتن هذا قد ينظر فيه المشتغل بأصول الفقه ينظر فيه المشتغل بالفلسفة المشتغل بالكلام المشتغل بالتفسير فالمتن هذا لابد من النظر فيه هل هذا المتن يستساغ عقلا هل هذا المتن يتفق مع دلالات القرآن هل هذا المتن يتفق مع مقاصد الشريعة الكلية